موسيقى السوشال ميديا والتكنولوجيا صارت أساس في حياتنا دائما في دنيا دنيا منضوي على إيش عم بيكون في عنا تحديثات وأخبار في هالمجال نتحدث عن الربع الأخير من 2017 بالنسبة للفيسبوك وبشهر واحد كان فيه تحديثات على باقي التطبيقات مع محمد صلاح الخبير التكنولوجيا صباح الخير محمد صباح نور أهلا سهلا بك صباح الخير محمد رح نحكي عن النمو في التطبيقات المختلفة وأيضا الإيرادات في أخر ربع من 2017 وأيضا رح نحكي عن التحديثات في شهر واحد 2018 فخلينا نبلش له سمحت فيسبوك فيسبوك ربع الأخير من 2017 ما كانش كتير منيح بالنسبة للعادة الزيادة في عادة المستخدمين بس كانت كتير منيح بزيادة بإيراداتهم فعادة المستخدمين نمى بس من 2 مليار 72 مليون ل 2 مليار و 130 مليون أبطأ معدل نمو يمكن فيه تاريخ فيسبوك في أمريكا فيسبوك لم ينمو نهائيا نفس عادة المستخدمين لم ينمو سواء بالنسبة لعادة المستخدمين الفاعلين شهريا بالنسبة لعادة المستخدمين الفاعلين يوميا عدد المستخدمين قلب في أمريكا لفيسبوك في مليون مستخدم بطلوا عمليا ليستعملوا فيسبوك كل يوم من شكل يوم طب هذا إيش بوعجنا يعني فيه دلالة معينة بالنسبة للمستخدمي بان وفرجنا كتير أشياء أنا شخصيا مش مراضي عن كتير من التحديثات اللي فيسبوك عملها في الآخر للتايم لاين أو النيوز فيد مش عم بشوف الكونتنت اللي بيدي ياه مش طبيعي انه فيسبوك يجبرني على الكونتنت هو بيقول انه انا هيك هكوم مرتاح انا اكيد هكوم مرتاح لو رجعوا الالغوريثم زي ما كانت زمان اللي بتفاعل معه اكتر بيطلع لي بس هلا لازم اشوف منشورات صحابي والجروبز لانه فيسبوك مقتنع انه هاي الأشياء تهمني اكتر يعني انت اصدك المحتوى ما عم بيرضي المتلقى عشان هيك ما عم بيكون فيه دخول غير كمان انه المحتوى ما عم برضي فيه اسباب تاني فيه اسباب شخصية انه مثلا كلنا عنا عائلاتنا مثلا على فيسبوك بس هاي مش الكيس على منصة زي انستجرام او حتى سناب شات ففيه ناس عم بيروحوا منصات مش كتير اقل عائلية خلينا اقل عائلية اقل حتى فرنز انه انه في الاخر دقوا عالم تاني ناس تاني وفيسبوك كمان صار بشكله العام حتى للمستخدم العادي مش حتى للبزنسز ليست المنصة المشجعة على النشر ببشراها لانه يعني اذا نزلتي على بفركنسي عالية الناس ما هتشوفي اللي انتي عم بتنزلي فمش احسن اشي بالعالم بس في الاخر دام فيسبوك قدام المستثمرين تعونوا اراداته عم بتزيد بشكل كتير كبير لسببين انه البرودكتس الاعلانية عم بتزيد عددها هلا فيه اعلانات على ماسنجر على واتساب على انستغرام وفيسبوك وكمان المنتجات على كل واحدة من هدول النصات عم بتزيد كمان الاسعار تبعية الاعلانات على فيسبوك عم بتزيد فطبيعي جدا انه اراداتهم تزيد غير انهم كمان صار عندهم برودكتس هاردور بتيجي من بستورتابس اللي استحوذوا عليها زي أوكليس مثلا وكمان هذا الربع متوقع انه يطلقوا أوكليس جو اللي انه المتوقع انها ترفع جدا من ارادات فيسبوك فلو طلعنا على ارادات بامريكا وكندا فيسبوك قدر يرفع اللي بربحه مقابل كل مستخدم من 21 دولار ل 27 دولار زيادة ابدا مش قليلة وفي اوروبا قدر يرفع الرقم من 6 ل 8 دولارات طبعا في باقي دول العالم فيسبوك ما عم بربح بنفس النسبة في منطقتنا العربية فيسبوك بربح مقابل كل مستخدم بس حوالي دولار ونص رقم قليل يعكس لكثير من الفيسبوك والبرودكت فيسبوك مش متاحة لنا في الشرق الأوسط نعم بس كمان محمد فيسبوك كتير عم يتيح تقنيات جديدة مثلا زي 3D الفي ار الاشياء بالنسبة للشركات اللي يعني ما عم بلحق يعني الشركات ما عم بتلحق فيسبوك او الناس المستخدمين اللي بتحس ما يعني ما عم بلحقوا يشوفوا التغيير لانه بنفس الوقت اللي بيعمل فيه تغيير بيعطوهم اوبشن جديد يعني كتير ذكي التعامل طبعا فيسبوك كمحتوى منصة رائدة جدا ما في أي منصة تانية بتوفر هذا الكم من خلينا نقول الفرياتي في الكونتنت اللي ممكن تحطها فمش بس 3D حلا الVR جاي وAR جاي ففيسبوك ماذا الAR؟ التكنولوجيا الواقع المعزز المفروض فيسبوك هيسمح قريبا للناس يشيروا اللي عندهم اوكلس يشيروا الكونتنت تباحهم من اوكلس مباشرة لفيسبوك فاكيد فيسبوك المنصة احسن منصة ممكن تحط عليها كونتنت بكل الاشكال تقريبا في الشكل كونتنت هلا ما بتقدر تحطه على فيسبوك فاكيد مش بس هيك حتى هم كمان بيحاولوا يزودوا هلا ايش تقدر تعمل فهلا عملوا لست شديدة تقدروا تحط قائمة باشياء مثلا فا بدك تحط مثلا قائمة الدول اللي بدك تسافرها هاي الساعة تحط قائمة محطوط هيك فيها مشكلها كتير لطيف وحلوة وشفت كتير مصحابي يحبينها وعم يستعملوها وكمان الطلب المنشود من سنوات انه يعملوا ديسلايك يبدو انه سيتحقق فيسبوك اكد انه عم بيجرب خدمة اسمها داون فوت مش هيكون مش هتكون ديسلايك واضح فيسبوك عنده مشكلة مع هاي الكلمة فهو سهم لتحت هيك انه باسيكلي انت مش عاجبك مش عاجب بس ديسلايك مرات بتكون جارحة فعم بيبعد عنه يعني هوفو يكملوا لانه تويتر يعني نوعا ما سنتهم ب2017 وحتى 2016 ما كانتش احسن السنوات في تاريخهم ايراداتهم ارتفعت في الربع الاخير من 2017 732 مليون دولار حققوا ارباح 87 مليون زي ما قلت هاي اول مرة بتاريخهم بيحققوا ارباح عرض المستخدمين توقف مقارناتا بالربع اللي قبله عن 300 مليون مستخدم بشكل شهري بس لو قارناها بالربع الرابع من 2016 هم يناموا بنسبة 12 بالمية نوعا ما رقم مقبول جدا لسبب طبيعة خلينا نقول منصة زي تويتر لانه في الاخر المحتوى تباحها ونوعية المستخدمين مختلفة الى حد tank kbir عن باقي المنصات نعم طيب ننتقل سورة على سناب مع ان ارتفع عدل المستخدمين نسبة 500 ميار لم يعني ذوتنا ولكن نفس الوقت الايرادات نزلت لا الايرادات زادت كمان بس خلينا نحكي الأول عن عادة المستخدمين هم مزودوا الربع الماضي 9 مليون مستخدم نسبة الزيادة كانت 5% أحسن من الربعين اللي قبل يمكن وعلى عكس ما كن كل حدا متوقع أنه نسبة الزيادة هتقل أو هتوقف بسبب الربعين البطئين اللي كانوا قبلهم واضح أنه سنابشات لقوا طريقة تقنع الناس إنهم يجوا لعندهم بالنسبة للإيرادات اللي بربحوا مقابل كل مستخدم زادت بس هم كشركة ما زالوا بخسروا زي ما حكينا قبل شوية تويتر هلا أول مرة بربحوا في تاريخهم فهم يخسروا 350 مليون بهذا بالربع الأخير الربع اللي قبله كان 450 مليون فهم قدروا يقللوا شوية من خسائرهم بس إجمالي ما يخسروا في سنة 2017 وثلاثة ومص مليار دولار خلينا نتحدث برضو ما أنا من نتحدث عن سنابشات التحديث اللي صار لكل ضج على سنابشات أنه ما عم بيعرفوا يلاقوا الستوري كل شي تغير عليهم بعدين رجعت سنابشات كنوع من التفاعل مع ردة الفعل زبطوا كم من أشياء صار نقدر نشوف الستوري الجديدة أو الحديثة فإيش كان الفيدباك أو بشكل عام ردة الفعل عن التحديثات على التطبيق شوفي هو أول ما عملوا التحديث فينا صراحوا على change.com عملوا هو موقع بتروحي عليه عشان تكتبه عريضة لحدا تجمعي توقعاتهم يغيروا إشي ففي عدد لا بأس به من الناس راحوا عملوا هذا الاشي فسنابشات تطر يرض عليهم فرد عليهم أنه عمل هذا التحديث عشان المحتوى النفس السبب اللي فيسبوك عم بعمل كل شوية تحديثات عشانه أنه المحتوى اللي جاي من الأصدقاء هو أهم بكتير من المحتوى اللي جاي من الناس اللي انت عم بتتبحهم فهم حبوا يحطوا المحتوى على الأصدقاء في مكان لحال ومحتوى اللي من عند الناس اللي بتتبحهم بمكان لحال شخصياً شايف أنه هذا إش كتير منيح بس واضح أنه أنا ستتوجهه شوي صار يعني فهمت موقف موقفه ليش عمل هذه التغييرات عشان يعمل دعايات أكتر وهيك هيك هيك هيطلع لك دعايات وينما تروحي سواء عند الفينس بس تقول ما نشوف ناس جداد صح؟ هو عشان يطلع لك كونتنت هم عم بيحاولوا يطلعوا من هم يكونوا منصة وان اون وان لمنصة وان تو ميني واللي هو بيسيك انت تدري تشوفي محتوى أنت بالأساس ما تابعتين هم هم مضطرين يروحوا لهذا التوجه ويروحوا لهذا التوجه لأنه ما في حال تاني عشان يزيدوا حجم التفاعل ويزيدوا عرض المستخدمين تبعونهم بس ويدا انوف دا داي هم يقالوا أنه احنا هنعمل شوي تغييرات أولهم كان الاشي اللي صار قبل أكم من يوم عشان يرجعوا التطبيق نوعا ما إلى حد ما مقبول بالنسبة للمستخدمين شفنا كتير مشهير باعترضوا الكارديشيان الكرام كانوا دي ارليدينج الاعتراض خسرتهم هي من اسمافه خسرتهم بحكوا ملايين هذا الريبورت لما انكتبوا بطريقة كانوا يريدوا زيادة التفاعل بس اللي حصل لما سنابشات اعلنوا عن أرقام الربع الماضي استهمت بحهم ارتفع من 14 ل 21 دولار كقيمة نعم فالزيادة هذه كانت مش طبيعية لحد ما فقط أغلب الجلسات اللي بعد هذه الزيادة كانوا عم بخسروا نعم فالناس فباسيكلي اللي صار انه نعم لقوا الزيادة فالناس شكرا 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 محمد نحنا ناسف خلص وقتنا ولكن شكرا كتير معلومات كتير حلوة ومهمة شكرا موسيقى